السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة وصول السنة لإمام أيبكر عبد الله بن زبير الحميري فقدم الإشارة إلى ما صدر به لمهوكر رحمه الله من الواجب على المسلم في اعتقاده وأن السنة أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلمه وحلوه ومره وأن هذا مما أجمع المسلمون عليه وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الباب وأحكمه لأنه من أشرف المطالب وعظمه بل هو غاية المطالب الموصل إلى رضا سبحانه وتعالى والفوج بجنته ورؤيته سبحانه وتعالى تقدم الإشارة إلى مراتب القدر كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما ذكر العلماء في ذلك ومن خال في ذلك من أهل البدع والضلال وأن أهل البدع نبغوا في هذه المسألة وأنها شيء حادث في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنهم حذروا وأنكروا وأنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وإما جاء في هذا ما رواه مسلم في صحيح عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وفيه أن يحيى بن يعمر قال إنه ذهب إلى المدينة ليسأله عن هذه المسائل وقال له وقال وظننت أن صاحبي يوكل إلي الأمر يعني في مسألة ما في هذه المسألة قال فوفق لنا بن عمر رضي الله عنهما وفي كلامه أنه قال قد قال أول من قال يعني في بنا في البصرة بالقدر معبد الجهني وقالوا له إن قوما قبلنا يتقفرون العلم يتبعونه ويجعمون أن الأمر أنف فأخبره بن عمر أنه يخبر أنه بريء من هؤلاء وأنه ليؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وذكر الحديث الطويل في قصة جبرايل عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة إلى ما ذكره أبو حازم سلم الدينان رحمه الله حين ذكر هذا الخبر حين روى هذا الخبر عن عمر بن شعيب عن نبيه عن جدة أنه قال لعن الله دينا أنا أكبر منه وأنه دين حادث وأنه هذا أمر باطل وكذلك الإشارة إلى مسألة القدر وأن القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى وقال ابن القيم رحمه الله وحقيقة القدر الذي حار الوراء في شأنه هو قدرة الرحمن واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الإمام شفى القلوب بنفضة ذات اختصار وهي ذات بياني يعني أن الإمام أحمد رحمه لما سيع القدر قال قدرة الرحمن ولا شك أن هذه تشمل جميع المراتب جميع المراتب فقدرته سبحانه وتعالى بمعنى أنه هو الذي قدرها والذي أوجدها سبحانه وتعالى وأن هذا بعلمه سبحانه وتعالى وبكتابته لها بهذه المقدورات ومشيئته العامة ثم خلقه سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع وتقدم ما ذكره الإمام هبة الله اللالكاء رحمه الله في شرح وصول اعتقاد للسنة والجماعة ذكر في ديباجة كتابه كلاما عظيما معناه أن هؤلاء المخاصمون في هذه الأمور في صفات الله سبحانه وتعالى في أسماء الله وصفاته وفي جميع ما يجب اعتقاد الذين خاصموا في الحقيقة أنهم حين يخاصمون يردون كتاب الله ويطعنون في كتاب الله وكأنهم هم المدبرون لمملكة الله ولهذا قال فهو يعني يشغل فكره دائب الفكر في تدبير مملكة الله يملك بفهمه المقلوب في عقله المغلوب وفهمه المقلوب وقال رحمه الله يعني عن هؤلاء وأمثالهم أنهم أن كل واحد منهم دائب الليل والنهار مستمر في ليله ونهاره في الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع من التحريفات الباطلة التي لا تمضي ولا يقبلها أن يعاقل لبطلانها فهذا هو عملهم وهذا هو شغلهم ولهذا حين ترى هؤلاء وأمثالهم فإن دائبهم وطريقتهم أن يقصدوا إلى الأدلة الواضحة المقطع بها البينة في أسماء الله وصفاته وفي جميع ما يجب الإيمان به مما أجمع المسلمون عليه فيريدون أن يبطلوا دلالة هذا همهم في رد كتاب الله وفي سنة رسوله في رد كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أكس ما عليها للسنة والجماع حين يريدون الاعتقاد تجدوا في كتب مصطورة المنقولة يريدون الآيات تل والآيات ولا يريدون شيئا من كلام بل يقول هذا المعتقدون فيريدون الآيات تل والآيات في كل ما يعتقدونه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يذكرون مئات من أهل العلم من الصحابة والألوف مما أجمع على هذه الأصول من الصحابة والتابعين وشار على هذه الطريقة أهل العلم وأن من اتبعهم فهو الناجي ولهذا حذروا من مناظرتهم ومن الجلوس معهم لكن إذا كان الأمر على حال انتشرت هذه البدع وهذه الضلات فأهل العلم اضطروا إلى بيان باطلهم وهذا من الحمد بين وظاهر لكل من اضطلع على كلام أهل العلم في هذا ولهذا أهل العلم يريدون هذه الأصول التي أدلتها كلها من كتاب الله سبحانه المقطوعا بها ومن سنته عليه الصلاة والسلام المقطوع بها كل هذه الأصول جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها في هذا الباب فإنهم يؤمنون به كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر لما هو بكر حميدي بعد ذلك قال وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك قضاء من الله عز وجل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ما أصابه مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأ أهل العلم حين يستدلون يستدلون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله على وفقها نصا لفظا ومعنى ولهذا هم يؤمنون بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعنى فاللفظ دال على هذه المعاني العظيمة وهذا الأصل جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو لم يحد قيد شعره عما جاء منصوصا إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة رسول الله سبحانه وتعالى أو فيهما جميعا وما ذكره رحمه الله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطه لم يكن ليصيبه هذا ثبتت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند أحمد وعبي داود عن عبد الله ابن الديلمي لا فيروس الديلمي أو عبد الله بن الديلمي والصحابي ينثقه وتابع ينثقه أنه قال وقع في نفسه شيء مما يتحد مما وقع فيه وقع في نفسه شيء فجاء يسأل يسأل عن شيء من أمر القدر فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فذكر له رحمه رضي الله عنه ثم قال في نفس الخبر حافظ هذه الجومة المنصوصة وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لم يكن ليصيبك قال ابن الديلمي فذهبت إلى إلى المسعود فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب ثم ذهبت إلى حذيفة رضي الله عنه فحدثني بما حدثني به ابن مسعود ثم ذهبت إلى جيد بن ثابت فحدثني بما حدثني به أبي وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هم حدثوا بهذا واتفقوا عليه إلا لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى دلت النصوص على هذا المعنى لما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا في القرن الأول في عهد الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين بل في عهد عمر رضي الله عنه لأن أبي بن كعب رضي الله عنه توفي في خلافة عمر ستسع عشر ونحو ذلك ابن سعود في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ثنتين وثلاثين قبل وفاة عثمان سشهاده بخم ثلاث سنوات وحذيفة سنة ست وثلاثين أول خلافة علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت سنة خمس واربعين سنة خمس واربعين في خلاف في ولاية معاوية رضي الله عنه فالمعنى أن هذا الأمر مما أجمع عليه الصحابة وذكروا هذا الشيء واتفقت كلمتهم عليه فلا يسلم المر بدينه إلا أن يلزم غرجهم وينزم هديهم وسنتهم لأنها هي عين سنة رسول الله وعين ما جاء فيه كتاب الله سبحانه وتعالى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا الإيمان برد على القلب حين يؤمن بذلك وهذا في باب ما يصيبك فإذا كان هذه مصيبة إذا أصيب بها يرضى ويسلم كما قال على القمح يرضى ويسلم فيطمئن قلبه فهو يصبح على هذا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أصابه بشيء مما فيه شدة وحصله في ذلك ألم وعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا عليه واطمئن إلى ذلك كانت بردا ويقينا على قلبه وتحولت هذه المصيبة إلى نعمة قال عليه الصنة سنعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرّا صبر فكان خيرا له وإن أصابته شكرا فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والحديث هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا يؤمن بهذا إيمانا تاما كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه وهم حين يجيبون لا يجيبون بأرائهم وأهوائهم في هذه الأصول العظيمة إنما بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويخبرون أنه لن يطمئن ولن يصل إلى حقيقة العلم وإلى حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وهذا أيضا صح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيما رواه داود عنه بسند جيد أن الوليد بن عبادة بن الصامت سأل أباه عبادة رضي الله عنه وقال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال قد كيف لي بأن أعلم ما خير القدر من شره كيف لي بأن أعلم بذلك وهذا سبق لشره إليه في خيره وشره قال لكنه فسره له رضي الله عنه بأن قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك عين ما أجاب به هؤلاء الصحابة رضي الله عنه وهذا أيضا هو عين ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس وهذا إسناد جيد من رواية قيس والحجاج الكلاعي عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث طويل يا غلام إن نعلمك كلمات وهم الأحاديث الأربعين النووية إن نعلمك كلمات يحفظ 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 بشيء قد كتب الله عليه ولي اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني أشار إلى أن الأمر قد انتهى وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ فأشار برفع القلم إلى جفاف المداد جفاف المداد وهو ما يكتب به رفعت الأقلام وجفت الصحف فهذا هو الواجب على كل مسلم أن يؤمن هذا الإيمان العظيم الذي به تطمئن النفس ويطمئن القلب ويسلم أمره في هذا إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجأ إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وما جاء في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو النجاة وأن هذا هو زاد العبد في الآخرة بل هو حقيقة الزاد الذي يطمئن به ويسير على الصراط المستقيم حتى يلقى ربه إن ربي على صراط مستقيم ثم قال الإمام أبو بكر رحمة الحميدي رحمه الله بعد ذكر الإمام القدر ذكر معنى الإيمان قال رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أهل السنة أجمعوا على هذا الأصل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وإن حصل خلاف النقص في رواية عن مالك لكن الذي استقر عليه قوله وقول أصحابه ومذهبه أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وهذا هو ظاهر الأدلة كما نبه العلماء وهو ظاهر من جهة المعنى ظاهر من جهة المعنى أول الإيمان له تعريف في اللغة وله تعريف في الاصطلاح عرفه كثير بأن الإيمان التصديق واعترض بعضها العلم على هذا التعريف وقالوا إن اللفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق فإن التصديق يعني يخبر به عن الشيء الذي يشاهد والغائب فيقالوا صدقت فيما يخبرك به مخبر وفيما غاب عنه صدق به فيشمل الصدق الشيء المشاهد والشيء الذي يكون غائبا عنه أما الإيمان فلا يكون عن الشيء المشاهد إنما يكون عن الشيء الذي غاب عنه فهذا هو معناه ولهذا قالوا إن معنى الإيمان في اللغة هو لفظ أبلغ من تصديق فلا يكفي مجرد تصديق بل هو الإقرار الذي فيه الإطمئنان بهذا الشيء فيكون فيه معنى يتعلق بالصدق باللسان ومعنى يتعلق بالإقرار بالقلب ويطمئن إليه ويستقر قلبه عليه فهو لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب فلا يوجد مثلا في اللغة أن من أخبر عن مشاهده يقال له آمناه من أخبر عن وجود شيء مثلا أو طرور مثل الشمس فيقال آمناه نحو ذلك بل هذا لا يكون إلا عن شيء مما يكون غائبا أما في جهة الاصطلاح فهو كما ذكر الإمام أو بكر حميدي رحمه الله أنه قول وعمل قول وعمل بعضها العلم يقول وسنة وبعضهم يفصل ويقول ونية وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال لأن قولنا الإيمان قول وعمل يجيد وينقص لا يكون إلا عن سنة والعمل يجيد وينقص ولا يكون إيمانا إلا بنية وإلا كان نفاقا وإلا كان نفاقا فهو قول وعمل وجاءت الأدلة الكثيرة في هذا في بيان العمل وأنه ركن في الإيمان وزيادته ونقصه وهنا مسألة هنا مسألة بعضهم يناجع في مسألة الإيمان هل هو العمل هل هو شرط في الإيمان أو ركن هل هو شرط في الإيمان أو ركن وكثير من أهل العلم يقول لا مشاحف فيهم هذا فالعمل لابد منه ولابد من وجوده على قول أهل السنة والجماعة لابد من وجوده فهو لازم فعلى هذا إذا كان لابد من وجوده فإنه سواء قلت إنه ركن أو شرط فالمعنى واحد فهو من جهة الوجود هو ركن ومن جهة فقده هو شرط يعني لا بد من وجوده فإذا فقد العمل فقد الشرط وإذا وجد العمل وجد الركن فهم متلازمان فهو ركن من وجه وشرط من وجه وهذه الاصطلاحات كلمة الركن والشرط لم تكن معروفة عند السلف كل ما كان شيئا لازما في الشيء فلابد من وجودي سواء قلت هو شرط أو ركن لماذا أنه لا بد من ولهذا اختلف بعضها العلم في بعض المسائل الفقهية في بعض المسائل الفقهية هل هي شرط أو ركن هل هي شرط أو ركن مثلا النية هم يقولون الشرط ما كان خارج عن الماهية والركن ما كان داخل في الماهية فهو أصل فيها ولابد منه فيها والشرط يكون خارج الماهية مثل الوضوء قبل الدخول في الصلاة استقبال قبل قبل الدخول في الصلاة وهكذا سائل شروط الصلاة لكن مع ذلك هذه الشروط لابد من وجوء استمرارها لابد من استمرارها النية هي أمس شيء بالأركان ولهذا اختلف هل هي شرط أو ركن منهم من قال إنها ركن لأنه لابد من استمرارها وأن تكون يعني قبل ذلك قبل دخوله فتكون شرط من وجه ركنا من وجه فالشاهد من هذا أن العمل لابد منه لابد منه في الإيمان وسيأتي في آخر هذه الرسالة إشارة إلى مسألة تتعلق ببعض الإيمان بعض الأعمال التي تخل بأصل الإيمان وأن فيها خلاف بعض لكن أصل العمل وجنس العمل لابد منه لابد منه وهذا محل إجماع لكن هناك أعمال جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وأن من أخلى بها أنه ذهب دينه هناك أعمال اختلية فيها وهذه الأركان الخامسة الأركان الخامسة فيها خلاف وإن كان جماهير علماء في الفرق بين بعضها وخصوصا الصلاة وسائل الأركان والصلاة فيها خلاف لعل لا يأتي لإشارة إليه إن شاء الله في آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى والبخاري رحمه الله في صحيحي صدر في كتاب الإيمان وأنه قال بعدما ذكر كتاب قال باب الإيمان يعني حينما باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة وهو قول وعمل يزيد وينقص بني إسلام على خمسة وقول وعمل يزيد وينقص صدر رحمه الله كتابه بهذه الجملة التي ذكرها الإمام الحميدي ذكرها الإمام الحميدي ولهذا الحميدي رحمه الله شيخ البخاري والبخاري رحمه الله قال عين الكلام الذي قاله الإمام الحميدي فانظر إلى اتفاقهم اتفاق من تبع السلف على هذا مثل ما تقدم في قول عبد الله من ديلم رحمه الله أنه جاء إلى الصحابة جاء جاء كل واحد منهم وكل منهم يقول نفس القول الذي قاله من قبله وهذا يبين أن أهل العلم أنهم مستندون أي ركن ركين وأمر تواطأت عليه القلوب تواطأت عليه النفوس فيأتي السائل ويتعجب من توافقهم على هذا الشيء فيقوده ذلك إلى التصديق وتقبل نفسه وبهذه وبهذا يحضرني الآن قصة أشهورة عن إمام بحاتم الراجي وأبي زرعة الراجي أبو حاتم رحمه الله الإمام الراجي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن دريس والإمام أبو حاتم في عام مئتين وسبعين وأبو زرعة سنة مئتين وسبعين إجرحت الله عليهم في القرن الثالث بعد النص منه جاء رجل إليهما أو إلى ذي حاتم وكان يريد أن يستفسر لأنه بلغ عنهم أنهم ينكرون أخبارا ويضعفون أخبار فيقول هذا باطل وهذا لا يصح وهذا لا أصل له وهذا موضوع فجاء إليه فقال أنت تقول هذا خبر باطل هذا خبر لا يصح من أخبرك أنه باطل من قال أنه لا يصح فهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في نظر في الأخبار ونور الله بصائرهم ومعرفتهم للأخبار والأحاديث وبالكلام الذي يكون عليه نور النبوة وبمتابعة الطرق والنظر فيها صار يجري مع أنفاسهم رحمة الله عليه قال من أين تعلم هذا قال له رحمه الله قال أبو حاتم تسألني عن هذه الأخبار يعني مجموعة الأخبار فأخبرك عنها ثم تذهب إلى أبي زرعة وإلى محمد المسلم واره فإن اتفقنا ترى أن قلنا ذلك عن علم وإن اختلفنا ترى أن لكل من رأيه فسأله هذا الرجل جاءهم بلاد شكرت عليه هذه المسألة فساق له أخبار فقال هذا خبر باطل وهذا خبر موضوع وهذا خبر لا يصح ونحو هذه العبارات فذهب إلى أبي زرعة فعرض عنه نفس الأخبار فقال في الخبر الذي قال فيه أبو زرعة باطل قال لا أصل له في الخبر الذي قال موضوع قال أبو زرعة هو باطل فاتفق تماما في المعنى واختلاف اللغ فرجع إلى أبي حاتم فقال قد قال أبو زرعة كذا وكذا يعني سلم الأول فقال أبو حاتم رحمه الله الباطل هو الموضوع والذي لا أصل له هو الباطل نحو ذلك ثم قال ذلك الرجل لهم أشهد أن هذا العلم إلعام هذا ما يتعلق بالنظر في هذه الأخبار ولهذا أهل العلم يقولون حين يتفق علماء الحديث وأطباؤه وأهل العلم على خبر من أخبار بصحتها ونكارته فلا يجوز مخالفته إجمعهم عليه يجب التسلم لكن حين يختلفون يكون موضوع النظر لأنه يكون كل منهم قال عن اجتهاده في هذه الأخبار فكذلك كان الصحابة والتابعون وبعدهم تابع التابعين وهكذا يتسلسل الأمر إلى هولئمة فترى كلمات ما نحتر الله عليه متفقة في اللفظ تماما أو متطابقة إلا شيئا يسيرا لكن لا تختلف معنا لماذا؟ لأن الأصول متفق عليها فهو يقول الإمام الحميد رحمه يقول إيمان قول نعمل ويزد وينقص والبخاري رحمه الله يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس فهو يشير إلى أن الإسلام حين يذكر وحده يدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإيمان لأن هذا من الكلمات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بن عباس في الصحيحين لما سأله عليه السلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالله تشتد الله إله وأنه تقديم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤد الخمسة من المغنى لما سأل وفد والقيس نعم لما سأل عيمان ذكر له بعض أركاء الإسلام شراءة الليل الله وأنه عنده تقديم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤد الخمسة من المغنى فذكر في هذا لما سأل عيمان ذكر شيئا من أركاء الإسلام وفي حديث جبرائيل الطويم ذكر الإيمان وذكر الإسلام ثم ذكر الإحسان على الخلاف التقديم والتأخير في بعض الروايات بين الإسلام والإيمان فهذا يبين أن هذه الأعمال الإسلام والإيمان بابها واحد أنه لا يصح أحدها بدون الآخر لكن عند الاجتماع يكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة فلهذا قال البخاري رحمه الله بني إسلام على خمس وهو قول وعمل ويزيد وينقص ثم ذكر أدل في قول يجداد إيمان مع إيمان قال والذين احتدوا هدى وجادهم تقواهم وآتاهم تقواهم وقال سبحانه وإذا ما أجلت صورتهم من يقول أيكم جارت هذه إيمان فما الذين آمنوا فجارتهم إيمان إلى إيمان وأما الذين يقولون فجارت رجسا إلى رجس أولها في اجدياد الإيمان وآخرها في النقص لأن الرجس إلى الرجس هو نقص في الإيمان كلما جاء كلما تكسوا في حمأة الذنوب العاصر كلما نقص الإيمان كلما نقص الإيمان وكذلك أيضا يعني هو في الآية فيه منطوق بزيالة الإيمان في أولها ومنطوق بنقص الإيمان في آخرها ودلالة المفهوم من زيادة دلالة على النقص ودلالة المفهوم من النقص دلالة على الزيادة فإذا كان ينقص دل على أنه يجيد ومفهوم الزيادة دل على أنه قبل الزيادة كان نقص ولهذا من سلم بزيادته لا بد أن يسلم بنقصه لا بد أن يسلم بنقصه لأن الزيادة فوق المزيد فهو كان ناقصا قبل ذلك قبل هذه الزيادة ثم جاد وجاد والذين احتدوا جاد هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين احتدوا هدى فكلها دال نصب صريح على زيادة الإيمان وكذلك على نقص الإيمان وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فأعلاها وأدناها لا شك أن بين العلو بين الأعلى والأدنى مسافة عظيمة فأعلاها قول لا إله إلا الله فلهذا الإيمان قول وعمل وسنة ونية ويزيد وينقص كلها كلمات صحيحة فالسلام ورحمة الله عليهم وإن اختلفت ألفاظهم لكن منهم من يقتصر على لفظ يشمل جميع الألفاظ التي لم يذكرها غيره التي ذكرها غيره التي ذكرها غيره بلازمها لأنه لا يمكن أن يكون هذا العمل وهذا القول إلا عن سنة ولا يصح إلا بنية إلا بنية إذا لم يكن له نية لم يصح إيمانه إذا لم كانت نيته باطلة ولهذا قال بعضهم بعضهم قال الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وهو يجتمل على هذه الأمور يجتمل على قول اللسان وعمل لسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح فهو مجتمل على خمسة أمور قول اللسان إقراره كونه يقر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله واستواترت الأخبار لذلك وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من قولها وعمل اللسان هو ما يكون من ذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتمجيده لسانه وكذلك عمل القلب عمل القلب وهو يقينه بهذا الشيء إقراره به وهذا قوله وعمله هو ما يكون في القلب من الخشية والرجاء والخوف والتوكل والطمانينة إليه سبحانه وتعالى بحسن الرجاء كلها هذه من أعمال القلب من أعمال القلب وعمل الجوارح هذا أمر ظهر الجوارح بصلاته بجوارحه يؤدي الصلاة ويذكر الله سبحانه وتعالى فهو حين يقل بلسانه يجمع بين قول القلب بين قول اللسان وعمل اللسان وحين يقر بقلبه ويقن بذلك مع الخشية والخوف والرجاء يجمع بين عمل القلب وقول القلب وهذا لا شك أنه أنه يؤثر في عمل الجوارح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسداد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا أمر لا يشتبه في أحد أن التصديق يختلف الإقرار يختلف لا شك أنه من أخبرك بخبر فإنك تصدقه وكان عندك تصدقته بذلك فإذا أخبرك ثان جال التصديق إذا أخبرك ثالث جال التصديق فيكون يقينا مستقرا في القلب يقينا مستقرا في القلب كذلك العمل حين يعمل الإنسان فالعمل حين يقبل الإنسان على العمل بقلب خاشع بيقين فإن يقينه يقوى وعمله يزداد مع الصدق والخشية ولهذا مع شدة حضوره قد لا يحس بمن حول لشدة يقينه وقوة إيمانه ولهذا صح عن الصحابة رضي الله عنه عن جمع كثير من الصحابة هذا المعنى عن معاذ من جبل وعبد الله من رواحة قال هيا من ساعة وغيرهم من الصحابة كثير منهم وفسر هذا بعضهم فقال لما سئل عن ذلك قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحميدناه زاد إيماننا وإذا فترنا أو قال انقطعنا ضعف إيماننا ضعف إيماننا وقال الحديث صحيح من حمضلية لعله الحديث بصحيح مسلم قال يا رسول الله يعني إن إذا كنا عندك يعني يعني ذكر كلاما معناه في قوة الإيمان وزيارة اليقين وإذا ذهبنا يعني عن مجلسك حافسنا الأولاد والأهل وهذا شكاه أيضا عبد الله عبد الله بن حمضله العدل عبد الله بن حمضله إلى أبوكر فقال نعم فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو تكونون كما تكون عندي في المجلس وقال في الذكر لصفحت ملائكة في الطرقات لكن ساعة وساعة يعني حين يكون في هذه الحال يزداد إيمانه ويقينه وطمأنينته بالله سبحانه وتعالى فلهذا أجمع المسلمون على هذا الأمر فيما يتعلق بزيادة الإيمان وأنه لازم لنقصه وإن كان هذا الخلاف وقع فيه ما يتعلق بالنقص وهذه شبهة الشبهة الباطلة ظل فيها فرقتان فرقتان فرقة مرجئة يعني الذين أخرجوا العمل كله من الإيمان فلم يفرق بين إيمان الملائكة بل إيمان أنبياء وإيمان سائر الناس ممن وقع في الفسيق والمعاصي وقالوا كلمات عورا في هذا الباب منكرة وكذلك وكذلك ضدهم الخوارج والمعتزلة فالخوارج عندهم أن الإيمان إذا نقص بطل الخوارج وكذلك المعتزلة وقالوا إنه إذا ذهب شيء من هذا الشيء الذي هو مجتمع بطل كله فعندهم المعاصي خوارج من وقع في شيء منها بطل إيمانه وظلوا ضلالا مبينا ولهذا بشؤم هذا الضلال وقع الخوارج في ضلال أعظم من الضل الذهم عليه حتى وافقوا في بدع كبار تتعلق بغير هذه المسألة برؤية الله سبحانه وتعالى وبصفاته وبكلامه فقالوا إن القرآن أخلوق والعياذ سيأتي شارح إلى بطلان هذه البدعة وكذلك إن كان رؤية الله سبحانه وتعالى ولكن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يجعلونه كافر في الدنيا والآخرة كافر في الدنيا والآخرة والمعتزلة يقوم هو في الدنيا في منزله بين منزلتين لكن في الآخرة هو مآله إلى النار وليس بخارج منه فهم وإن خالفوا في اللفظ لكن وافقوا في المعنى وهذا من شؤم مصادمة النصوص ومعارض النصوص بمثل هذا فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الطريق المستقيم نسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على هذا الصراط حتى نلقاه وأن يمنى علينا وعليكم العلم النافع من الصالح منه وكرمه آمين وإلى مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد